قبل ما نروح ليه المفاجأة اللي عملها حكتين مهمين جداً عملهم روي فيتوريا ما هو التحول وما هو الفارق ما بين روي فيتوريا وكارلس كيروش وهيكتر كوبر أو ما هو الفارق اللي أسعد جماهير الكرة المصرية أمام منتخب كبير بحجم المنتخب البلجيكي وكان دايماً بيعاني منه بعض الجماهير اللي مستنية الكرة الحلوة ومستنية الكرة الهجومية قبل ما تكونوا الكرة الحلوة قبل ما نروح عايزة طلع البامفليت بتاع المباراة أرقام المباراة عشان أقولك منها حاجة لروي فيتوريا الكرة المباشرة وبعدين نشرح أول ما تجهز لصورة يحطوها أرقام المباراة وبعدين ندخل على تحليل الهدف الأول وهو ده الفارق أرقام المباراة جاهزة معنا؟ أو نبدأ بالهدف الأول لحد ما تجهز أرقام المباراة يلا نبدأ به الهدف الأول ونشوف هو إيه الشكل إيه اللي عمله روي فيتوريا أنا بلعب منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بلعب منتخب بلجيكا اللي قلنا إن واحدة من أكثر المشاكل اللي كانت موجودة عند منتخب البلجيكي ارتفاع معدلات الأعمار عشان كده الرجل لعب بواحد وسحب التاني قلنا في مشكلة في صناقية ألتر بيلد فريتونخن بسبب ارتفاع معدل عمر والبطء وده اللي استغلوا تريزيجيه بشكل كبير جدا جدا بصها كريم ده الشكل المعتاد اللي جماهير الكورة المصرية دوما عارفاه بنلعب كلنا تحت الكورة عشرة تحت الكورة مش هو ده اللي عملوا ريب فيتوريا ولا هو ده الفرق اللي عملوا ريب فيتوريا بشير على الفريم البعض هنا الكورة لسه مع المنتخب البلجيكي بص بقى كريم الكورة رجعت بعد ما ارتدت من وسط الملعب المنتخب البلجيكي رجع ابن تاني لأنه عنده تلاتة في الخط الخلف رجع ابن تاني من الخط الخلف من امتى بنشوف منتخب مصر بيضغط على فريق بحجم المنتخب البلجيكي طبيعي منتخب مصر يلعب ميت بروك يعني دافع من التلت التاني من الملعب عشان نشرحها للناس يبقى الثلاثية اللي بتضغط تضغط من هنا بالكتير قوي يضغطوا من هنا لو احنا على البورد يضغطوا من هنا ما يطلعوش يضغطوا هنا هنا انت عندك كام لعيب بقى على الاسكريم عندك في الفريم ده بس يا كريم على الاسكريم أربع لعبين بيضغطوا على حامل الكورة شايف كام لعيب من منتخب بلديكا فيه لعيب هنا مش طالع في الفريم موجود تحت على الشمال وتلت لعبين بتعمل اربعة على اربعة خش الفريم اللي بعده ضغط عالب اربعة على البع منهم اللعيب محمد صلاح كانت رايح يضغط على كورتوا الفريم اللي بعده خمس لعبين من منتخب مصر وهو قفك هنا كتير ارجع 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 تاني ارجع تاني لقطة تقولك كلام كتير جدا جدا وناس قولي لا جدا تاخد بالها منها بص الدور بتاع اللعيب اللي راجع اللي راجع مش اللي بيضغط محمود حمدق راجع راجع على وسط الملعب ليه؟ لان هنا الكرة هتتلاعب لونج فاللونج معناها انه هيتضرب فيه خمسة محمود حمد اللي قدام اني ده ايوه اللي بيرجع على عكس ايوه ايوه اللي بيرجع لانه واخد تكلفات انه هو انت بتعمل الضغط المناطق معينة لكن الكرة لما تتعمل لونج فيه سبيس هتبقى فاضي في وسط الملعب بيقولك قد ايه اللعيب مركز بيقولك قد ايه هو واخد تعليمات محددة ده بضغط لحد ما تتعمل لونج فهنا كالها هتضرب فيه لعيبة كثيرة هتتضرب في الباص ده فميزدش العدد عن اربعة فكان الراجل ضغط عامل الخمسة كمل الفريم اللي بعده والضغط الايجابي جدا لقاطع مصارات الكور كامل عيب في الفريم من منتخب بلجيكا وخلينا في تلت الملعب الاول لمنتخب بلجيكا اربعة من منتخب مصر خمسة من منتخب بلجيكا قلنا اربعة والخامس دايما بيبقى مرح هنا السنوائية اللي في وسط الملعب عشان الناس تبقى معانا في الصورة محمد النني ومحمود حماد وفيه رباعي بيضغط محمد النني وطريق حامد محمود حماده رجع تاني يضغط من فوق كمل الفريم اللي بعده والضغط اللي من تريزي جي ومحمد صلاح كمل كمان ومصطفى محمد الثلاثي وبيطلع معهم دايما لعيب رابع محمود حماده بالتبادل مع محمد النني ادي دا الجول دا الضغط هنا الجول ارجع بقى ارجع كمل الفريم اللي بعده كمل الفريم اللي بعده طولت مجرد نص متر من اعظم بليميكر في العالم من دي برويني وبيضغط عليه مصطفى محمد لان دي التكلفات دي الزون اللي الراجل قال له قوقف فيها ماركش دعوها بالعمق العمق هيروح عليه محمد صلاح فخليك هنا وحنا بنعمل الضغط العكسي من فوق على منتخب بلديكا منتظر الخطأ هنا القطعة كمل عشان الوقت تكسب وقت كمل القطعة من مصطفى محمد انا عايز بعد القطعة بصك كريم الكرة قطعت هنا عندك كامل عيب في التلت الاول لمنتخب بلديكا اربع لاعبين من منتخب مصر لازالوا في الصورة مصطفى محمد كان عنده اوبشن يعمل الباص لمحمد صلاح بمنتخب السولي والدين فراد كان عنده اوبشن انه هو يسجل وده فايدة الضغط وده اللي عملوا روي فيتوريا والمفاجأ المنتخب بلديكا مش بس المنتخب بلديكا ولينا والجماهير الكرة المصرية اللي نقلتهم من حالة الالتزام الدفاعي والتنظيم الدفاعي العظيم مع كارلوس كيروش والمنقوص من الضغط العالي والحالات الهجومية اللي بتنتقوا عن الضغط العالي روي فيتوريا قدم نسخة مباشرة جدا انا دوما لا اتعجل لكن روي فيتوريا قدم نسخة مباشرة جدا 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 مهم نسندها جدا ومهم نشاور على الاجابيات اللي موجودة فيها طيب ترجمة نانسي قنقر